فاس بيراميز على زاد 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم باستاذ الدفاع الجوي في المباراة المؤجلة من الجولة 29 ليؤجل حسم الأهل للقب الدوري للمباراة الجاية عشان كده بيرتفع رصيد بيراميز لـ 73 نقطة في المركز الثاني وبيتجمد رصيد زاد عند 47 نقطة حقق فريق الأهلي فوز كبير على المقاولون العرب 4-0 في المباراة اللي جمعته من بيره ومؤجلة من الجولة 23 لبطولة الدوري المصري الممتز بالفوز ده بيصل فريق الأهلي للنقطة 78 في صدارة الدوري وبيتوقف رصيد المقاولون العرب عند 25 نقطة في المركز السبعت عشر اشتركوا في القناة المنتخب الوطني لكرة إلياد فاز على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 34-27 في ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته في أولمبياد باريس 20-24 بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائي بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 ومنتخب سلاح الشيش للرجال احتل المركز الثامن في منافسات الفرق بأولمبياد باريس 20-24 بعد الخسارة من كندا بنتيجة 45-38 في تحديد المراكز منتخب رجال سلاح الشيش خسر قبل كده من المنتخب الأمريكي بنتيجة 45-35 في ربع نهائي منافسات الفرق بأولمبياد باريس 20-24 السربي نوفاك ديوكوفيتش أحرز ذهبية أولمبياد باريس 20-24 بعد الفوز 7-6-7-6 على الإسباني كارلوس الكزارة في نهائي فرد التنس للرجال والجزائرية كايليان مورت وجد بالميدالية الذهبية لمنافسات العارضتين في الجنباز بعد أداء كبير لتحرز الميدالية الذهبية الأولى للعرب في دورة الألعاب الأولمبية باريس 24 أميرة أبو شقة لعبة المنتخب الوطني للرماية ودعت منافسات دورة الألعاب الأولمبية والمقامة في باريس بعد عدم تمكنها من التأهل إلى النهائيات احتلت اللعابة المصرية المركز 29 في منافسات لسكيت الحفرة حيث يتأهل فقط أصحاب المراكز الستة الأولى إلى النهائيات كده خلصت نشرتنا الرياضية بسأكيد فيه تفاصيل أكتر محتاجين نعرفها عن عالم الرياضة عشان كده هنرجع مرة تانية هنا في الستوديو ليهبا ومصطفى طبعا يا هل أنا بشكري